قرب من هذا العمود الخاص بالاتصالات الرهيب جدا ماذا سيحدث اذا قمت بالاتصال بمايكل بواسطة الهاتف الاسود لكن هذا العمود فانه يتكلم مع الهاتف الاسود كأننا قمنا بارسال اكواد سرية لمكان السلام عليكم يا شباب معكم ياسين من قناة ياس بلايس اليوم جيتكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من لعبة جتائي 5 اتمنى ان يكون يومكم بخير يا اصيقاء انا الحمد لله يومي بخير وعلى خير في الفيديو الخاص بليوم الحلقة اليوم هذا الفيديو سيكون هو الجزء الثاني من الفيديو الذي قمت بعمله اعتقد قبل اسبوع وهذا الفيديو فهو خاص بذلك الرقم السر الذي يقوم بتحويل هاتفنا الى الهاتف الاسود الخطير جدا في جيتائي 5 لقد اكتجفت معلومات جديدة لذا قررت تسجيل الفيديو لكي اقوم بمشاركتها معكم اكيد يا اصيقاء ستلاحظون بانني الان موجود قرب من هذا العمود الخاص بالاتصالات الرهيب جدا لانني اعتقد يا شباب بان للهاتف الاسود علاقة بعمود الاتصالات كما تلاحظون هذا هو اكبر عمود الاتصالات عندنا في جيتائي 5 وهو موجود فوق جبل الهوليوود او الفاينوود كما تلاحظون يا شباب عندنا هنا اسم الفاينوود في جيتائي السنة رياس لذلك اصيقاء سنقوم بتجربة الهاتف هنا وكذلك عندي بعض من الاسرار المميزة قبل ان اقوم بتجربة الهاتف اولا قرب هذا العمود الخاص بالاتصالات ساقوم بشرحي عليكم وسنتكلم حول الموضوع وهيالكي نبدأ في الفيديو يا اصيقاء ساشرح لكم اولا لماذا يصلح هذا الهاتف الاسود العجيب في جيتائي 5 طريقة تغيير هذا الهاتف فهي سهلة جدا انصحكم بمشاهدة الجزء الاول من هذا الفيديو لكي تفهموا الامر بالنسبة للشباب الذين لم يقوموا بمشاهدته بعد لكن بالنسبة للاشخاص الذين قاموا بمشاهدته فان الامر سهل جدا لكي تقوموا بتشغيل الهاتف الاسود ما عليكم فقط هو الاتصال برقم سري موجود في جيتائي 5 القليل والقليل من الاشخاص هم من يعرفونه فقط ما عليكم فعله فقط الاتصال بذلك الرقم وبهذه الطريقة سيحدث انفجار بسيط جدا ليس كبير انفجار بسيط سيحدث فوق من رأسكم بعدها شباب سيتحول هاتفكم للهاتف الاسود لماذا شركة روك ستار جيمز وضعت هذا الهاتف الاسود في جيتائي 5 لازلنا لا نعرف لحد الان لكن الكميونيتي قالت بان هذا الهاتف قام اوميغا باعطائه لنا بالنسبة للشباب الذين لا يعرفون اوميغا ساتكلم عنها قليلا الان اوميغا هو الشخص الذي يقوم بالبحث عن المخلوقات الفضائية في جيتائي 5 ويحب البحث والتعمق عن المورس كود وتلك الاكواد التي تستعملها المخلوقات الفضائية لكي تتكلم مع الناس في لعبة جيتائي 5 فكما نعلم المخلوقات الفضائية فهي غير موجودة في الحقيقة لانه لم يرها اي احد بعد لكن في جيتائي 5 المخلوقات الفضائية فهي موجودة اكيد يا شباب عندنا السفن الفضائية تظهر فوق جبال ماونت شلياد اذا قمتم بانهاء اللعبة مئة في المئة عندنا كذلك سفينة فضائية تظهر فوق التكن العسكرية وكذلك عندنا سفينة فضائية تظهر يا شباب فوق الرسم الخاص بالمخلوقات الفضائية الموجودة في جتا ايف فايف. هذه معلومات بسيطة فقط للشباب الجدد الذين لا يعرفون هذه الاسرار الموجودة في جتا ايف فايف. لكن لا تهمون تلك الاشياء ما يهمونه هو الهاتف الاسود. بالنسبة لهذا الهاتف الاسود لقد قالوا لنا بان اوميغا هو الذي اعطاه لنا لكي لا يستطيع الناس تجسس علينا. لانه بالنسبة لهذا الهاتف العادي اذا قمت يا شباب بالاتصال مثلا بين مايكل فان الاتصال يمر عبر تلك قراءة الاتصالات الخاصة بنا الى اخر ويستطيعون تجسس علينا. لكننا اذا قمنا بالاتصال بذلك الرقم قمنا بتحوي الهاتفنا الى الهاتف الاسود فانه جميع الاتصالات التي سنقوم بعملها لن يستطعوا يا شباب تعقبها. لذلك فان لهذا الهاتف الاسود سنر رهيب جدا قليل وقليل من الاشخاص هم من يعرفونا فقط. في حلقة اليوم ان شاء الله سأحاول تجربة الهاتف الاسود سنقوم بالذهب اولا الى قرب المخلوق الفضائي المجمد وبعدها سنقوم بالاتصال بذلك الهاتف الاسود لكي نرى وانك تشف مادة سيحدث بالضبط وسنتصل به كذلك في التانية ليلا لامنها اغلب الخفاية والاسرة الموجودة في جتا ايف فايف وكذلك الاشباح التي تظهر في جتا ايف فايف فانها تظهر في التانية ليلا وخصوصا اذا كانت الاجواء مضببة وكذلك مغيمة سنحاول يا شباب الانتظار حتى التانية ليلا وسنقوم بالاتصال بهذا الرقم قرب المخلوق الفضائي من الممكن بهذه الطريقة اننا سنستطيع ارسال اكواد سري للمخلوقات الفضائية هذا صراحة ما اعتقده وبعد ما شرحت لكم هذه الامور هيا لكي نبدأ مباشرة في الفيديو يا شباب واعطوا لكم يا اصيقاء انا الان في النور سيانكتن الساعة فهي الواحدة وعشرة دقائق بدون ان نقوم بتضيع الوقت سنتجه الان مباشرة قرب المخلوق الفضائي هو موجود هنا يا اصيقاء هيا لكي ننزل وكذلك لا تنسوا اذا اجبكم الفيديو الخاص باليوم وحلقة اليوم قموا بدعمنا بالضغط على زر لايك وتحياتي للشباب الذين لا يبخلون علينا بالضغط على زر لايك لقد وصلت هنا هو انا مخلوق الفضائي ها هو يا اصيقاء المخلوق الفضائي المجمد فانه موجود حسنا سنقوم الان بالاتصال بهذا الرقم السري في جتائين فايف وسنرى ونكتشف ماذا سيهدوش الرقم السري فهو سهل جدا واحد تسعة 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 ستة وتلاتون تلاتة سبعون سبعمائة وسبعة وستون جميل جدا حسنا ساتصل به الان لاحظوا معي ماذا سيهدوش هل سمعتم انتظروا وحاول الان سماع الكلمات هل تكلم معي المخلوق الفضائي لا لم يتكلم معي لكن هاتفي الان لقد تحول اصبح هاتفي اسود ماذا سيهدوش اذا قمت بالاتصال بمايكل بواسطة الهاتف الاسود ساقوم بتجربة الامر الان ماذا سيهدوش غريب جدا لقد اتصلت يا شباب بمايكل بواسطة الهاتف الاسود ولقد اجابني وهو الان ينتظرني لكي اقوم بالذهاب لها حسنا لا يهم الامر المهم هو اننا قمنا بتجربة الاتصال وتحويل هاتفنا قرب المخلوق الفضائي لكن لم يحدث اي شيء لحد الان كما تلاحظون لم يحدث اي شيء كم ساعة ساعة فهي الثانية وستة عشر دقيقة بالنسبة لي مايكل لن اذهب عندها يا شباب سأتركه هناك ينتظر لي واحده كالمجنون الان سأحاول ايجاد عمود خاص بالاتصالات في النور تيانكتن لذلك سأستعمل نوك لكي استطيع ايجاده بسرعة لان يا شباب هناك سن رهيب جدا بين الهاتف الاسود وكذلك بين اعمدات الاتصالات لقد تجولت في هذه المنطقة لا يوجد يا شباب عمود خاص بالاتصالات هنا في النور تيانكتن مع الاسف شديد الان سنقوم بالاتجاه للوسانتوس هيا لكي ننطلع واعدت لكم يا شباب لقد وصلت قرب عمود الاتصالات وهذا هو اكبر عمود خاص بالاتصالات موجود في لوسانتوس هناك كذلك عمود اخر موجود في القرية التي يسكن فيها تريفر سنقوم كذلك بتجربة الامر هناك لذلك لا تقلقوا يا شباب اولا ساتي الى هنا وساقوم بوضع سيارتي وبعدها سنقوم بتجربة الهاتف حسنا هيا جيد الهاتف الاسود لقد قمنا بتشغيله ساضغط على النجمة الان وساعيد الاتصال لن يحدث الانفجار الان كما لاحظتم يا شباب لم يحدث الانفجار لماذا لان هناك سر كذلك في هذا الرقم اذا قمتم بالاتصال به للمرة الاولى سيحدث الانفجار وسيتحول هاتفكم للهاتف الاسود اذا اتصلتم به للمرة الثانية لن يحدث الانفجار ولا اي شيء لكن اذا اتصلت به الان للمرة الثالثة سيحدث نفس الانفجار يا شباب لاحظوا معي ما هذا سيحدث حسنا سنتصل الان بذلك الرقم اسفل من عمود الاتصالات هيا يا شباب هل سمعتم لقد تغير صوت الانفجار واو لقد تكلموا شخص ما ماذا حدش لي ذلك الشخص لقد هرب لقد هرب يا سيقا ذلك شخص ذلك شخص فهو الحارس الخاص بهذه المنطقة غريب سأحاول الان الصعود فوق من هذا العمود وبعدها سكرر الاتصال بنفس الرقم لقد سعت الآن فوق عمود الاتصالات سأكرر الاتصال بالرقم غريب لم يحدش اي شيء يا اصيقا كنت اعتقد بان من الممكن ان نقوم بارسال اكواد سرية للمخلوقات الفضائية لكن لم يحدش اي شيء عجيب جدا واعتقد بان هذا العمود الخاص بالاتصالات ليس هو العمود الذي يجب علينا يا شباب تشغيل الهاتف الاسود فيه لذلك سنذهب الان كي نقوم بتجربة عمود تاني وسأعود لكم عندما سأصل للمكان يا اصيقا هناك عمود تاني في هذه المنطقة لقد وصلت له هيا لكي نذهب لك كم الساعة كالعادة الساعة فهي الواحدة وعشرون دقيقة لوقت فانه مناسب حسنا سأضع سيارتي هنا وسأقوم بشير بطل امر حدث الانفجار غريب هل يجب علي الصعود هنا لكي يشتغل الانفجار بطريقة جيدة لا اعلم لكنني سأحاول تجربة الامر الان الساعة الان فهي التاني وعشرة دقائق سأتصل بالرقم هل سمعتهم؟ الساعة الان فهي التانية؟ لقد اختفت يا شباب تلك الاصوات؟ لم اتكلم يا شباب لكي تستطيعوا يسمع الاصوات؟ هل سمعتم يا اصيقا؟ كأننا قمنا بارسال اكواد سرية لمكان ما لكن لا اعلم الى اين قمنا بارسالها لكن هذا العمود فانه يتكلم مع الهاتف الاسود وهذا صراحة شيء رهيب ساعيد الاتصال بها مرة اخرى حسنا جيد ساعيد الاتصال مرة ثالثة يا اصيقا بوم لقد ظهرت الاصوات اسمعوا غريب لقد كنت بيتسجيل المقطع فقط لكي اقوم باخد الصورة الظاهرة الخاصة بالفيديو هذا صراحة شيء رهيب جدا العمود الخاص بالاتصالات الذي يتكلم مع الهاتف الاسود فانه هو هذا العمود وليس ذلك العمود الموجود هناك فوق كما لاحظتم عندما اتصلت يا شباب وحدث الانفجار لا قد ارسلنا اكواد سرية لا اعلم الى ان ذهبت تلك الاكواد السرية التوقيت الان فانه تقريبا ثالث صباحا يعني بين الثانية ليلا والثالث صباحا لذا جئتم لهذه المنطقة لكن يجب عليكم التوقف هنا فوق لانكم اذا لاحظتم لقد قمت بالاتصال بالرقم السر الخاص بالهاتف الاسود هنا في الاسفل ولا ميحدش اي شيء لكن بعدما صعت فوق عمود الاتصال هنا في هذه المنطقة لقد استطعنا اسمعوا معي لقد ظهرت الرسالة مرة اخرى غريب لم اقم بالاتصال بالرقم لقد ظهرت كم ساعة الان ثانية واثنان وثنان دقيقة اذا اقتربت فانني استطع سمع الصوت بشكل رهيب جدا المهم لقد عرفنا يا شباب عمود الاتصال الذي يشغل مع الهاتف الاسود وهو هذا العمود اذا كنتم تريدون تجربة الامر ما عليكم فعله فقط هو المجيء هذه هي المنطقة الخاصة بعمود الاتصالات الذي استجاب للهاتف الاسود في جيتا ايفتا وبهذا اعتقد بانني ساقوم بناء الفيديو وساقوم بانهاء هذه التجربة لقد استطعنا اكتشاف شيء رهيب جدا ان شاء الله اذا استطعت حل تلك الاقواد لانني صراحة لا افهم تلك الاسود وتلك الاقواد ماذا تعني وعلى ماذا تدل في رجة ايفتا لكني سابحث اذا استطعت يا شباب حل هذا اللغس واكتشاف تلك الاقواد ماذا تعني من الممكن أنها ستفتح لنا سر خاص بالجيت باك لكي نصنطيع رسيدة في جيتا اي فايف والطيران كذلك في جيتا اي فايف مثل جيتا اي سان اندرياس ولقد انتهيت من الفيديو ساكم بتهدايكم شكرا لكم على الدعم رايب دا عجبكم الفيديو الخاص بليوم حلقة لهم فلا تنسوكم بيدعمينا بالضغط على زر لايك ونشروا الفيديو مع ثقائكم استودعكم الله الذي لا صدع ودعه والسلام عليكم هادي القفز يا شباب في خاطركم يا السلام عليك لاتس جو ورحمة الله اشتركوا في القناة